كنا بننهي قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الشناوي وتصريحات كابتن سعفان والناس قال أنا هو كابتن سعفان أنا عايز أفهم بس يعني لعب منتخب قبل كده لعب باين مرة خدوف في الإمارات مع فاروق عفر وكابتن طه طه اسماعيل وما لعبش باين يعني خلت بالك باين عايز أقولك حاجة يا سعفان الشناوي دا لو بإيد واحدة هو حارس مرما الأول فهاتلي من على الساحة مين اللي يقدر يزاحم أو يقدر يبقى جنبه أو يقدر وشفت لما الشناوي خرج للضربات الجزائية كان عاية اللي بيصديننا اتنين بإيد واحدة حيصد اتنين برضو فبلاش بقى النعرة بقى اللي هي كانت موجودة قبل ما تبقوا موجودين في المسئولية ونشتغل بقى ونعرف أن محمد صلاح دا الأساس في كل حاجة وأنك ما عندكش زي محمد صلاح خالص في مصر لا سرعات ولا إنجازات ولا تاريخ ولا أي حاجة والسوشيال ميديا دي لو مشيت وراءه ونفخت نفسك مش هتلاقي نفسك بعد كمان شهر ولا شهرين من الحكاية وحتلاقي مدرب أجنبه يتدخل وحتلاقي الاتحاد بيتدخل اللي عنده المفروض عنده شخصية قوية لاتحاد الكورة كمان يعني إن لو فيه أي حاجة حتشوشر على اللاعبين والكلام دا الحكاية حبوز فبلاش التصريحات اللي كانت قبل ونرجع ونشتغل الكلام المعقول والمزبوط أنا أتمنى يكون فيه دراسة لأي تصريح قبل ما يصدر لأن التاني هنرجع نقول الجهاز الفني دا هيكون عليه ومش هيكون هو عليه من قبل ما يبدأ يعني ترقب وانتقاد وفيه ناس قالت لك وفيه ناس معارضة وفيه معارضة عليه كمان فكلنا في الأول وفي الآخر زي ما حضرتك بدأت كلامك كابتن شريف قلت إحنا نتمنى يكون عند حصن ظننا وطالما تم اختيار وإحنا بندعب وحيكون عند حصن ظننا وعقولك الحاجة أكسم بالله أنا من أسبوع كنا قاعدين أنا هو بنقعد يعني قلت له يلا شد حيلك الدور عليك بقى خلاص ووقعت له يعني لأ قلت له الدور عليك فيه حاجات إحنا الواحد بيتحسسها أو بيلمحة في حاجات التصرفات معينة من الظروف اللي بيمر بيها أي مكان زي متخب مصر فقلت له الدور خلاص عليك قال لي يا كابتن شريف فقلت له قلت له أنت حتيجي خلاص نصيبك بس وهدى وما تقولش حاجة في الإعلام وما تعملش أي حاجة أنت الدور عليك خلاص كل مصر جات